وفر المساعدة لحماية أوكرانيا ضد التهديدات البيولوجية والكيميائية وتفقى الحلفاء على ضرورة تعزيز القوى والدفاعات والقدرة على الدفاع عن أنفسنا بما في ذلك بوسنيا وجورجيا بالنسبة لجورجيا يمكننا زيادة دعمنا من خلال الحزمة حزمة دعم ناتول لجورجيا بما في ذلك التوعية والاتصالات والأمن السيبراني بالنسبة لبوسنا يمكننا توفير حزمة لتعزيز القدرات التنموية وطبعا تعزيز أو تقديم ذلك مع موافقة الدولة الكاملة اليوم انضم إلينا جورجيا، فنلندا، سويد، وأيضا حلفائنا من الأسيا والمحيد الهندي، نيوزيلندا، وأستراليا وغيرها بسبب تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وهذه تداعيات عالمية وسوف تكون على المدى الطويل ما يحدث في أوكرانيا هو تنظر إليه جميع الدول في كل العالم رأينا أن الصين غير مستعدة لإدانة روسيا والسلوك الروسي وبتالي نطرح السؤال بشأن اختيار المسار الصحيح هذا تحدي بالغ الأهمية وهو طبعا من المهم أو يجعل من المهم أن نقف جنبا إلى جنب لحماية قيمنا نيتو وحلفائه في آسيا والهندي توافقوا على التعاون في عدة مجالات بما في ذلك في التهديدات السيبرانية والتكنولوجيات الجديدة ومحاربة الأخبار المضللة نحن نعمل معا في عدة مجالات أمنية مثل أيضا الأمن البحري وأيضا في مجال التحديات المناخية والصمود لأن التحديات العالمية تتطلب حرولا عالمية الوزراء تطرق إلى العلاقة المستقبلية مع روسيا العقوبات التي فرضها النيتو مع حلفائه غير مسبوقة وهذه العقوبات تقوم بالحاق للدرر بهذه الحرب حرب بوتين يجب أن نستمر في هذا التنصيق من أجل وقف هذه الحرب غير المجدية والتي لا معنى لها التوافق وتفق الوزراء على أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لأنيتو يجب أن يتطرق إلى كيفية التعامل مع روسيا في المستقبل وأيضا يجب أن يأخذ في الاعتبار كيفية نفوذ الصين أو كيفية تأثيرها أيضا على أمننا هذا المفهوم الاستراتيجي سوف نقدمه في يونيو وستكون خارطة طريق من شأنها التحضير للتكيف لمزيد من التحديات التي قد تواجه عالمنا أيضا تطرق الحلفاء إلى تعزيز اتفاق ديانا وإدماج 60 منطقة أو موقع في أمريكا الشمالية وأوروبا والعمل مع القطاع الخاص من أجل تسخير أفضل التكنولوجيات من أجل حفاظ على أمننا عبر الأطلس ترجمة نانسي قنقر